قبل الحديث عن الإصلاح والتغيير ومعالجة الأوضاع الكارثية في العراق لا بد من تكرار السؤال الأكثر إلحاحا هل العراق الحالي دولة بادئ الأمر؟ وأين هي مقوماته؟ إن كانت تحاكم إلى السلاح والطريقة لحل القضايا الخلافية بين المتنازعين على بقايا دولة تركت للفوضى العارمة منذ عام 2003 سلاح الميليشيات الملف الأكثر تحديا أمام أي عملية إصلاحية تريد إعادة كيان العراق أولا ومن ثم بناء المؤسسات من جديد نحو خمسين ميليشيا بارزة تنتشر في المحافظات العراقية وتمتلك أسلحة وعتادا ربما يفوق تسليح الجيش الحكومي وتتحكم في كل ميادين العمل الحكومي فبالسلاح فرضت سطوتها النافذة فوق يد الدولة وبالسلاح أيضا بنت إمبراطوريات مالية عبر فرض الإتاوات وسرقة المقدرات وتهريب النفط والاتجار بالمخدرات والبشر ولم تأتي هذه الميليشيات من فراغ ولم تنشأ في ظرف استثنائي بل إن وجودها في العراق يرجع إلى انهيار الدولة بعد الغزو مباشرة وساعد على تقويتها الغطاء السياسي لها إذ أن أغلب أعضاء حكومة بريمر يرتبطون بها بطريقة أو بأخرى لكن الضربة القاصمة لجسد الدولة العراقية عندما ظهرت الميليشيات بشكل علني وواسع بعد عام 2014 وجاء قرار الاعتراف بوجودها ليعلن نهاية الدولة العراقية ورهن مستقبل البلاد للفوضى ووضع رقاب العراقيين تحت سيف فرق الموت لا دولة في العراق ومئات الدويلات العسكرية الطائفية تحت غطاء الحكومة الصورية لا دولة في العراق والميليشيات لها كتل برلمانية تتكلم باسم الشعب الذي أحالت حياته جحيما والمضحك المبكي أنه في ظروف كظروف العراق يحكى عن الانتخابات والاقتراع والتصويت في وقت تسكت فيه البندقية أصوات من نادوا في ثورة تشرين نريد وطنا قبل كل شيء